ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله حيث لخصت الرد على عدد من التعقيبات لنواب تحدثوا بانفعال كبير حول قضية التأثير الذي خلفت جائحة كورونا على القطاع السياحي وردت عليهم بجملة واحدة وقالت إن الحكومة تشتغل على حلول وتتمنى أن تكون الضرفية الوبائية في صالحنا كما بشرت في تعقيب مقتضب ثاني بأن الحكومة واعية بكل الإشكالات التي تواجه العاملين في القطاع السياحي وتعمل مع البنوك لإيجاد حلول أحد النواب أخذ الكلمة داخل الجلسة التشريعية لانتقاد الردود المقتضبة جدا للوزير عمور وقال إنه يجب على الوزراء احترام المؤسسة التشريعية وإعداد أو جوبتهم أردت سيدة الوزيرة على هذه التعقيبات نحن وعين بهذه المشاكل كاملين ونحن نخدم مع الأبنك لكي نلقوا حلول كل شيء تضل السيدنا تصير سيدنا السيد النواب تقدموا بتعقيبات في هذا الموضوع يعني الطريقة اللي كنا نلاحظوا على أساس أن تكون وشوشة ودندنة في الأدون بيش تقدم جواب هذا لا يليق بمستوى المؤسسة التشريعية يجيب على السيد الوزراء أن يحترموا السيد النواب ويجيوا مجدد دروس دياله ترجمة نانسي قنقر